السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة الداخلية والإقليمية هنا دعوني أذكركم بأهمية وجودنا كديمقراطيين عرب وإنه إيش الديمقراطية اللي إحنا نبحث عنها إيش الديمقراطية اللي إحنا نحلم بها ونكافح من أجلها ونناضل ونضحي كذلك في سبيلها بالنسبة لنا الديمقراطية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم والممارسات التي نريدها والتي من خلالها سنحقق حريات الأفراد وكرامتهم ورفاههم بالنسبة لنا الديمقراطية التي نحلم بها هي اللي تكفل لكل إنسان صوت ولكل فكرة مكان ولكل اختلاف مساحة للحوار والتوافق الديمقراطية اللي نسعى لها هي الديمقراطية التي تعني حرية الرأي والتعبير حرية الرأي والتعبير بالفكر بالكتابة بالصوت بالصورة بالحركة هي التي تعني حرية الفكر وحرية الضمير هي التي تعني أن هؤلاء الناس عبروا عن أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم دون خوف من القمع والاضطهاد هي التي تعني حرية التقمع والتنظيم بحيث أن يستطيع الناس يعتصموا مارسوا اعتصاماتهم السلمية وتظاهراتهم السلمية دون خوف من قمع أو إرهاب هي التي تعني حق الناس في تكوين جمعياتهم ونقاباتهم ومنظماتهم ومن خلالها يستطيعوا أنهم يمارسوا حياتهم السياسية وانخراطهم في المجتمع بكافة مقالاته بطريقة سلمية الديمقراطية التي نسعى إليها وندافع عنها والتي قلنا عنها هي مجموعة من المبادئ والقيم والممارسات هي التي تعني سيادة القانون كل برد في هذه الدولة متساوئ أمام الآخر أمام القانون لا يوجد أفضلية لأي أحد بغض النظر عن منصبه هي التي تعني استقلالية القضاء قضاء حر عادل نزيه يستطيع القيام بأعماله بدون تدخل المؤسسة التنفيذية أو التشريعية هي التي تعني استقلالية المؤسسات هي التي تعني حق الناس وحرية الأفراد في اختيار من يمثلهم وفي ترشيح أنفسهم هي التي تعني المسائلة والشفافية الشفافية والمسائلة حق الناس في الحصول على المعلومات وتداولها حق النفاذ إلى معلومات الموازنة الدولة وحسابات الختامية والاتفاقيات والصفقات والمسائلة ركن أساسي من أركان الديمقراطية وبالتالي نحن نتكلم عن منظومة مبادئ منظومة مبادئ حرية كرامة عدالة استقلال مؤسسات سيادة قانون ومسائلة وشفافية الآن هذه الديمقراطية تقين باسم الشورى تقين باسم أي آخر نحن قابلين أي نظام سيكفل لنا هذه المبادئ نحن نريده نطلق عليها أي اسم كان ممكن حتى نسميه يعني قاسة فاكي قد نسميه الإرادوية مثلا بالآخر نحن عندنا مبادئ وقيم ومارسة نريدها هذا في شكل الدولة التي نريدها وهو الشيء الذي كافحنا من أجله وضحينا من أجله ولا نزال نكافح ونضحي من أجله يعني كدول الربيع العربي وكحالمين بالديمقراطية وكديمقراطية العرب الديمقراطية هذه اللي إحنا قابلنا هي ليست شيء مستورد من الغرب ليست بضاعة أجنبية لا هذه موجودة في تراثنا الأصيل هذه موجودة في تراثنا الأصيل كعرب كمنطقة كمسلمين بداية بإرثنا بالملكة بالقيس ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون مرورا بإرثنا المجتمع القبلي المجتمع القبلي معروف بكثير من ممارساته التي كانت تضمن المشاركة واختيار زعمائهم مرورا بالخلافة الإسلامية وآليات المحاسبة والاستقلال القضاء والبيع على الرغم من إشكالات الأخرى الموجودة مرورا بأشياء بأحلام ما كتبه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ما كتبه وهم يتحدثون عن أهمية المشاركة والمسائلة واختيار الحكام هذا تراثنا يجب أن لا نتنازل عنه وأن لا نحقل منه ولا نعطي الغرب الفضل بعلمهم من سبقونا إلى الديمقراطية أو إلى هذه المارسة وهذه القيام هذه القيامنا ومبادئنا ومبارساتنا نحن ونحن نناظل من أجل شيء قيمة أصيلة في بلداننا وفي تاريخنا هم نعم استطاعوا أن يطوروا الآليات والممارسات نعم جيد نستفيد من ذلك لكن صدقوني هؤلاء لم يطبقوا حتى الآن في أرقى ديمقراطياتهم والتي تعتبر الآن أمريكي يقولوا عليها أنها أقدم ديمقراطية لم يطبقوا حتى الآن الديمقراطية بمعاييرها الحقيقة لم يطبقوها والآن يأتي يقول نريد أن نعمل لا يقول نحن راجع الديمقراطية لم تستطيع أن تتحقق كمبادئ كاملة يقول لك لا الديمقراطية نفسها أصبحت آلية فاشلة في تنظيم أمور الحكم أو كنظام حكم أو كذا لا غلط ويجب أن نقول لهم أنتم أخطأتم يجب أن نقول لهم أخطأتم أنت الآن حينما تحاسمني على الديمقراطية تقولي الديمقراطية فشلت عن أي ديمقراطية تحدث هل تتكلم عن المعايير والمبادئ التي تكلمنا عنها كاملة أم تتكلمني عن ديمقراطية ناقصة لا فيها مساءلة ولا فيها شفافية ديمقراطية كاذبة زائفة تجعل الصندوق ويوم الانتخاب هو المعيار الوحيد للديمقراطية لا عمرها ما كانت الديمقراطية تحكم فقط وتقولنا هذه الديمقراطية كاملة فقط من خلال يوم أو يومين سواء كان في انتخابات أو استفتاءات أبدا الثاني ما هو البديل ما البديل الذي يقدمه هؤلاء الذين يقولون أن الديمقراطية فشلت الاستبداد هؤلاء الذين يقولون أن في ظل الاستبداد هناك استقرار هذا أكبر خطأ يرتكبه في حق أنفسهم وفي حق الأجيال القادمة طبعا هذا النقاشات حتى الآن بدأت تظهر للأسف الشديد في العالم الغربي لا عمر الاستبداد عمر الاستبداد ما كفل الحقوق والحريات لأحد وعمر الاستبداد ما كافل فعلا الاستقرار الاستقرار في ظل الاستبداد استقرار زائف واستقرار هش في ظل أي لحظة ممكن يهتز هذا النظام تنفقر عوامل الفناء فناء هذا النظام من داخله وعلى رأسه المؤسسات التي يخربها من الداخل وعلى رأسه الحروب التي يشدنها المستبد من أجل الحفاظ على 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 سلطته الآن نحن كديمقراطيين عرب ونحن في هذا الاجتماع وهذا اجتماعنا الثاني وبالمناسبة المجلس العربي والدكتور أيضا ممكن يذكر لديه كثير من الأنشطة منذ تأسيسه في 2014 في ثونس حتى اليوم غير المؤتمرين هذا لدينا أعمال كثيرة جدا فعلناها وسنفعلها أكثر في القدم من أكل يعني الاستمرار بجهودنا وعدم استسلامنا للوضع الراهن وإيماننا بأننا قادرين على تحقيق الحلم الآن نحن كديمقراطيين عرب ونحن نكتمع هنا نحن لا نكتمع هنا لكي ندافع عن الديمقراطية أو أي اسم كان نحن لدينا مبادئ وقيم نريدها نحن كديمقراطيين عرب هذا بالنسبة لنا هذا أمر محسوب نريد دولنا أن تتشكل بناء على هذا المبدأ واحد إثي ثلاثة أربعة حرية عدالة كرامة شفافية نزاهة مساءلة سيادة قانون واستقلال المؤسسات القضائية هذا ما نريده وهذا ما سنبني عليه دولة الآن ما الذي سنفعله أو ما الذي نحن هنا نحن هنا نناقش التحديات التي تواجهنا تحديات التي تواجهنا كديمقراطيين في تحقيق هذا هذا الحلم وفي تأسيس دولنا على هذه المبادئ أول تحدي هو تحدي تحالف الاستبداد العالمي تحالف الاستبداد العالمي هذا الذي المستمر والذي يزداد يوماً بعد يوم قوة وترابط والذي واخذ له عدة أشكال على رأسها الانقلابات العسكرية والحروب الداخلية وعودة المستبد أو حتى انتخاب أو شخص إلى حاكم الفرد الذي ينقض على مؤسسات الدولة وهذا موجود في دول الربيع العربي وموجود في كل دولة من دولنا نموذج لهذه النماذج وموجودة موجودة أفريقيا تعاني أمريكا اللاتينية تعاني آسيا تعاني أوروبا تعاني كلها من تشكل هذا المحور القديد المحور الاستبداد هذا الذي يتقوى كيف نواقه كيف نواقه نحن كديمقراطين العرب هذا تحالف الاستبداد العالمي سنواقهه بمزيد من العزيمة ومزيد من الإصرار ومزيد من الحلم ومزيد من اليقين ومزيد من التضحية بأننا فعلا سنضحي مهما كان الوقت مهما كلفنا الأمر من وقت ومهما كلفنا الأمر من تضحية وعدنا لشعوبنا بأننا فعلا سوف نحقق الديمقراطية والحرية والعدالة والكرامة وحكم قانون لن يهزمنا أبدا لا عنفهم ولا قمعهم ولا تآمراتهم ولا تحالفاتهم لن يأتوا من روحنا الثورية والمؤمنة بيقين الانتصار هذا وعدنا لأنفسنا ووعدنا للأجيان القادمة ووعدنا لأحرار منطقتنا وأحرار العالم النقطة الثانية التحدي اللي واقهنا وهو خيانة الأنظمة الغربية التي تدعي إنها الديمقراطية للديمقراطية لمبادئ الديمقراطية لمبادئ حقوق الإنسان خيانتها لنا نحن اتداءاً خيانتها للربيع العربي وتحالفاتها مع الثورات المضادة ومع المستبدين هم من دعموا الانقلابات العسكرية هم من وقفوا وراء الحروب الداخلية هم من دعموا بشكل أو بآخر الميليشيات المسلحة نعم هم نعم هناك دور كبير لزعيمة الاستبداد العالمي روسيا بالتأكيد والمستبدين معها سعودية والإمارات وإيران بالتأكيد لكن هؤلاء الكذابين الدول الديمقراطية التي تقول لها أنها حاملة حامية الحريات هي أول من خان أحلام الشعوب وتطلعاتهم بالحرية والعدالة والكرامة هذا تحدي واجهنا تحدي أمامنا نحن كديمقراطية العرب فعلاً في خيانة وفي تآمر وكان سيفهم أقوى من أي سيف آخر مستبدين شغلنا معهم واضح عارفين كيف يتعامل معهم أما هذا الكذاب الذي يقول لك أنا أدعم الديمقراطية وهو بالأخير يطعنك من خلفك هذا يحتاج له جهد مضاعف طبعاً هم بغبائهم وهم يتآمروا على الديمقراطية هم لا يعرفون أو لم يدركوه ولا زالوا في غيهم يعني هذا تأثيرهم أو تآمرهم على الديمقراطية أثر على بلدانهم أثر على بلدانهم حركات اليمية المتطرفة التي الآن تصاعدت وموقات الكراهية والعنصرية التي تزايدت وحالة الإنقسام الحقيقي داخل المجتمع والاستقطاب داخل هذه المجتمع هي ثمن بسيط لخيانتهم لمبادئهم بالحرية والعدالة التي أعلنوا عنها أو التي أعلن أنهم يدعموها حركة النزوح واللقوء العالمية التي توجهت إلى أوروبا وإلى الغرب بفعل قمع المستبدين وقهر يمي هروب هؤلاء من الخوف من القتل وبسبب تآمر هي التي استخدمها أولئك المتطرفين حركات اليمين المتطرف كما ظلت أو كسبب لأنهم يستطيعوا من خلالها أن ينفذوا إلى مؤسسات الدولة الديمقراطية ويجعل المؤسسات الديمقراطية داخل الدولة الديمقراطية نفسها تتآكل هذا تحدي ثالث تحدي ثالث إنه بالإضافة إلى تآمرهم إنه تآمرهم هذا تسبب في أن الدول الديمقراطية نفسها دول هشة الآن انكشفت انكشفت الديمقراطية في الغرب انكشفت أنها هشة وفي خطر بفعل تصاعد هذه موقات الكراهية والعنصرية وحركات اليمين المتطرفة إلى آخره بل أسوأ من ذلك إنه الحقوق والحريات التي يعتمد عليها ذاتها الآن في إنهيار حريات الرأي والتعبير أولاً من جامعاتهم وأساتذة ومفكرين من أعمالهم لأنهم أدانوا حرب الإبادة ومجازر التطهير العرقي في غزة وكان من قبل بس معاداتها السامية الآن بس معاداتها الصهيونية ففي تدهور كبير حقيقة في قيمهم في ديمقراطيتهم فعلاً تتزعزع شيء آخر أهم مبدأ في الديمقراطية هو مبدأ المسائلة دولة مثل أمريكا زعيمة وأقدم دولة ديمقراطية ليس قادرة تسائل رئيس هذا تجاه قرائم فساد وقرائم تحرش جلسي وقرائم تقويض مؤسسات الدولة والتحريض على دستورة الدولة وغيره ومحاصرة مؤسسات الدولة وغيرهم للقرائم التي ليس قادرين يسائلوه رئيس الدولة عندهم محصن وهذه كارثة ونحن أول شيء نعمل ثوراتنا قلنا أول شيء نريد المسائلة كل كبار موظفي الدولة من رئيس الدولة إلى أصغر موظف يجب أن يطاله المسائلة هذا أهم معيار بالنسبة للديمقراطية تروح إلى أمريكا وتشوف أن رئيس الدولة محصن حتى الآن بوش على الرغم من اعترافها أمام المجتمع الدولي وأمام المجتمع المدني بقرائمه في العراق وبأنه يستخدم أول وأكبر معلومة مظللة وجود أسلحة كيماوية وتدميره حتى الآن للعراق حتى الآن لم يحاسب وغيره والأمر نفسه في أوروبا المسائلة ليست موجودة إذن هذا التحدي مهم ونناقش هذا التحدي مهم لناقشه ليس نماذقنا التي نعتمد عليها وليس الحلم الذي نريده أبداً نحن نحاول قدر إن كان من صحيهم ونقول لهم ما تفعلوا خطأ عليكم أن نحن الآن نقبل لهم دروس في كيف يصلحوا ديمقراطيهم وما التي يجب أن ينقذوا ديمقراطيتهم وإلا البديل هو تفشي الاستبداد العالمي وانقضاضه عليهم انقضاضه عليهم هو الآن فقط ليس فقط علينا هو الآن ينقض على المؤسسات الديمقراطية الغربية أيضاً للتحديات إن هؤلاء الكاذبين إنهم حتى الآن لا يوجد أليا دولية ولا في نزاهة عالمية ولا في معايير واحدة في التعامل مع الحروب والإبادات بشكل عام والاحتلال وغيره هذه تحديات إحنا وإحنا بنناقشها اليوم وبكرة سنناقش كيف نعالجها ما في العالم كله أحد لا يرى في ما يحدث في غزة بأنها قرائم إبادة وقرائم تطهير عرقي غير دول العالم الغربي الديمقراطي ثلاث تحديات سريعة أختم بها كلمتي في تحدي هو تحدي انتشار الجماعات المسلحة والميليشيات المسلحة في بلداننا العربية وأن هذه الميليشيات المسلحة الطائفية تتخفى الآن بالقضية الفلسطينية أثناء قمعها لشعوبها يجب أننا كديمقراطيين عربي لا يجب أنه انحيازنا الكامل للقضية الفلسطينية ونحن جزءا منها لا يجب أن يعمينا عن قرائم هذه الجماعات الطائفية المسلحة في بلدانها في اليمن في لبنان في سوريا في العراق هؤلاء لا يريدون تحرير فلسطين على رأسهم جماعة الحوثي لا يريدون تحرير فلسطين لأن هذه أجندتهم في التحرير لا لأن هذه أجندة استبدادية تدعمها إيران لبسط نفوذها ليست أجندتهم هذا أبدا صدقوني أنا من اليمن وأعلم كم نعاني من ميليشيا الحوثي الطائفية إذن من المهم وغيرها من الجماعات وغيرها من الجماعات حوثي أو غيره علينا أن لا ننخدع بأي شعار طائفي يقسم بلداننا وأنه يتخذ القضية الفلسطينية كدرع ومضلة نفس الموضوع عملنا المستبدين نفس الموضوع المستبدين استمروا فيه وهم يقولون القضية الفلسطينية هي محورنا الأول والأخير القضية الثانية وهي مهم علينا نحن كديمقراطيين عرب ألا نغفل قضية التغير المناخي وهذا الموضوع الدكتور منصف المرزوقي كثير تحدثنا فيه دكتور أيمت تغير المناخي مهم ونحن كديمقراطيين الديمقراطية ليست معزولة عن ما يحدث الآن عن التهديد الوجود الذي يحيق بالبشرية فيضانات على سبيل المثال فيضانات في ليبيا والزلزال في سوريا وفي تركيا بعدها لا بنتكلم لا عن ديمقراطية وعلى عن الحياة نحن ندافع عن حياتنا ووجودنا بالتالي مهم كديمقراطيين عرب أن تكون قضايا التغير المناخي أولوية بالنسبة لنا وأن نحاسب دولنا وشركاتنا المحلية نراقبها المحلية والشركات العابرة للقارات تجاه تدميرها للبيئة واستغلالها لمواردنا يجب أن نغفل هذا على فكرة كثير ما نغفل عنه كثير ما نغفل عنه النقطة الأخيرة وهي مهمة كثير يجب أن نحن نوحد جهودنا العالمية مع جميع أحرار العالم في هذه المعركة لأن أحرار العالم فعلا يرون هذا المأزق ويتوحدون اليوم يوما بعد آخر لكن أهم توحد أن نعمل كل من موقعه وكل من منبره أن نعمل وأن لا نفتر عن نداء بإصلاح المؤسسات الدولية إصلاح المؤسسات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة مجلس الأمم ومحكمة الجنايات الدولية هذه المؤسسات الثلاثة جاءت من أجل يفترض أنها جاءت من أجل حماية حقوق الإنسان لكنها للأسف الشديد محكمة الجنايات الدولية تحاول لكنها مكبلة ليست مستقلة نحن نتكلم عن استقلال القضاء والمؤسسات الدولية العالمية لا يوجد مستقلة قضائيا وبالإضافة إلى الإسنان وبالذات مجلس الأمم الدولي مكبل بحق النقضة لخمس دول دائمة العضوية هذا نضالنا نحن كديمقراطيين عرب هذا نضالنا هنا كثير من الناس عايشين في الغرب كثير من الناس قائمة من أمريكا وكثير من الناس حتى في دولنا سواء أن لا زالت تناظل تحت من الاستبداد أو لا زال هناك في مجال للحديث والحوار مهم أن يرفع هذا الصوت وهو يرتفع يوما بعد يوم هذه مهمتنا كديمقراطيين أن نطالب بإصلاح هذه المؤسسات الدولية لكي تكون فعلا منبر جميع الشعوب وليس هناك فيها دولة قوية أو دولة صغيرة خمسة دول أو غيرها هناك قبل أن يكون هناك مساوى داخل هذه المؤسسات شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم ولنا نقاشات عميقة في هذا الصدد شكرا لكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر